ارتفع صافي ربح مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة 45% على أساس سنوي لتبلغ 5 مليارات و 250 مليون درهم بنهاية العام الماضي من 3 مليارات و 620 مليون درهم في 2022 ووصل صافي ربح المصرف في الربع الأخير من العام الماضي إلى مليار و 500 مليون درهم مسجلا نموا بنسبة 29% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022 وأوصى مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي بزيادة توزيعات الأرباح النقدية المقترحة إلى 71 فلسان للسهم مقارنة مع 49 فلسان في عام 2022